ولسنا في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي والتعددية والصيانة حقوق الإنسان فنحن نتوفر على مؤسساتها وآلياتها والتشريعات التي تكفل احترامها ونحن أمة عرفنا كيف نقرأ تاريخنا ونخطو لنا الطريق من أجل المستقبل الذي نحن بصدد بنائه اليوم وعليه أغتنم هذه المناسبة لأجدد رفضاً واب الأمة لأي تدخم في شؤوننا الداخلية وفي قضائنا المستقل والمشهود له بالاقتضار والكفاءة والمرؤة بقدر رفضنا المطلق للخلط المتحمد بين حرية الرأي من جهة وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء الذي من منسؤوليته ضمان حقوق الضحايا قبل كل شيء اشتركوا في القناة